السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناس كتير قوي ودول كتير قوي بتقول ان احنا داخلين على حرب عالمية تالتة واللي سببها الحرب ما بين روسيا ووكرانيا وناس كتير قوي مش عارفة ليه روسيا عايزة تحتل اوكرانيا ده اللي هنعرفه بعد الفاصل بعد الحرب العالمية الاولى خرج من رحم الامبراطورية الروسية الاتحاد السوفيتي واللي كان بيضم تقريبا 15 دولة وكانت الدول دي بتخضع تحت الحكم الشيوعي السوفيتي وكان من ضمن الدول دي روسيا وادربيجان وارمانيا وبيلاروسيا واوكرانيا وجورجيا وطجكستان واوسبكستان وغيرها من الدول الاتحاد السوفيتي كان تقريبا بيضم 11% من مساحة العالم وفضلت بنفس المساحة دي لحد سنة 1991 وساعتها اتفكت الاتحاد السوفيتي واللي اوكرانيا كانت من ضمن الدول اللي تفككت من الاتحاد السوفيتي وكان دوت في ديسمبر سنة 1991 وكان بعد تصويت شارك فيه الشعب بنسبة 90% في تأييد القرار واللي هو الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي شكلت اوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا رابطة الدول المستقلة ولكن بعد ما استقلت اوكرانيا كان عندها تلت ترسانة السلاح النووي الروسي وطبعا كان عندها سواريخ عابرة للقرار بس بعدها بتلت سنين وتحديدا سنة 1994 وفقت اوكرانيا في بيان مشترك مع روسيا وبريطانيا وامريكا على التخلص من الاسلحة النووية ووافقت انها تنضم لمعاهدة الحد من الاسلحة النووية لكن في 18 فبراير قامت ثورة كبيرة قوي شعبية في اوكرانيا واللي قلبت كل الموازين السياسية واللي طبعا سببت في غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانه كان بيحلم انه يرجع الامبراطورية الروسية من جديد لكن الشعب الاوكراني خرج في ثورة ضد الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش واللي نجحت في اسقاطه مع تصويت البرلمان في خلعه في 23 فبراير سنة 2014 واتطر ساعتها الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الهروب الى روسيا طبعا روسيا اعتبرت ان اللي حصل ده عبارة عن انقلاب وتم بتدبير دول الغرب وخصوصا امريكا روسيا بعدها احتلت شبه جزيرة القرن واللي كانت تابعة لاوكرانيا وتم فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وزاد الحصار على اوكرانيا سياسيا ومعنويا واقتصاديا ولسه حلم بوتين في ان هو يضم اوكرانيا لروسيا موجود لحد اما في الشهور الاخيرة ظهر دوليا ان اوكرانيا هتنضم لحلف الناتو وطبعا كانت دي الحجة الرئاسية لغزو فلاديمير بوتين لاوكرانيا فلاديمير بوتين غز اوكرانيا عسكريا ودول اوروبا وامريكا فرضت حصار اقتصادي على روسيا لكن روسيا بتقول ان الحصار مش هيدرها بشيء وان هي قادمة لخطواتها نحو غزو اوكرانيا احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يعمله فلاديمير بوتين في اوكرانيا هل هيحتلها فعلا ويدمها لروسيا هل هيكمل نزوحه لرومانيا وبولندا ونشوف هتلر في حرب عالمية تالتة جديدة ده اللي هنعرفه في اللي ايام اللي جاية ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب تفرجوا علينا في الحلقات اللي فاتت وتنتظرونا في الحلقات اللي جاية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته